ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يبلل فلا هادي له وأشر الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشر أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حقا توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خالككم من نفس واحدا وخالك منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله فوز وفلاح واعلموا أن الله مع المتقين عباد الله الكذب من آفات اللسان الخطيرة ومن شروره المستطيرة وهو من أكبح الآفات على صاحبه ومن أسوئها أثرا وأشدها خطرا وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب وهو طريق واسع من طرق النار وشعبة من شعب النفاق وسبب لمحكي البركات وعلامة من علامات نقش الإيمان قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريمه وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة فمن ذلك أمر الله عباده أن يكونوا مع الصادقين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فإن الأمر بالصرق هو في حقيقته نهي عن الكذب ومن الأدلة على تحريم الكذب والتحذير من ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت من خان عباد الله الكذب ظلمات بعضها فوق بعض وأودية لا يقتحمها إلا هالك وهو أنواع منها أولا الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم أنواع الكذب وأشدها قطورة وعقوبة كتحليل ما هرمه الله ورسوله أو تحريم ما أهله الله ورسوله وكمن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفله الظالمون وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار متفق عليه ثانيا ومن أنواع الكذب الكذب على الناس فيما يتعلق بأعراضهم وأموالهم وأنفسهم وهذا من أشد الكبائر وأكبئه الجرائم التي تضر بالمجتمع وتقضي على العدل والنظام فيه وهو يؤجج روح العداوة والمشاحنة بين أفراده ومن أبرز ما ظاهر هذا النوع شهادة الزور وهي من أكبر الكبائر قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراق بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتتع بها مال أمر مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه واليمين الصبر هي اليمين التي يحرف بها الإنسان عند القاضي ومن صور الكذب على الناس فيما يتعلق بآراضهم وأموالهم وأنفسهم الكذب في البيع والشراء كالذي يخفي عن الناس عيوب سلعته أو يعتمد الحالف والإيمان أداةً له في ترويج بضاعته يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس اليمين الكاذب منفقة للسلعة ممحقة للكسب متفق عليه ومن صور الكذب على الناس فيما يتعلق بآراضهم وأموالهم وأنفسهم الكذب لإفسار ذات البين قال تعالى فَهَلَعَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَتِّعُوا أَرْحَامَكُمْ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةً مِرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَةً فَلَيْسَ مِنَّا رواه أبو داود ويرخل في هذا النوع الدعوة الكيدية فهي يراد منها الإساءة إلى مسلم دون وجه حق فيدعي عليه كذباً في مال أو حق أو يتهمه في أمر يريد إلحاق الضرر به كذباً وهذا النوع من الكذب معصية اجتمعت فيها معاش عديدة فهي كذب وأذية للمسلم وبهتان له وقد يكون معها أكل لأموال الناس بالباطل قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً وقال سبحانه مبيناً حرمة الاعتداء ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وتأملوا هذا التحذير أيها المؤمنون من الدعوة الكيدية قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاشم في باطل وهو يعلم لم يزل في سقط الله حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال رواه أبو داوه هديث صحيح ردغة الخبال هي عصارة أهل النار وصديدهم ومن المحرم أيضاً أيها المسلمون الكذب بقصد المزاح والسخرية وهذا إذن من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليبحك به القوم ويل له ويل له رواه أهل السنان وهناك صور أخرى للكذب المحرم كمجرد الكذب عند الحديث وإن لم يكن هناك تعد على أموال الناس أو أعرابهم أو أنفسهم وهو الإخبار بشيء مخالف للواقع ومن الكذب المحرم الكذب في الرؤيا وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم لم يره كلف عن يعقيل بين شعيرتين ولن يفعل رواه البخاري أيها المسلمون وبيان لأطراف هذا الموضوع فإنه لا يباه الكذب بأي حال من الأحوال إلا في أحوال ثلاثة في الحرب وفي الإصلاح بين الناس والكذب على الزوجة إن احتاج أن يكذب عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يسله بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وهديث الرجل امرأته وهديث المرأة زوجها رواه مسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفره إنه والغفور رحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على نعمه وآلائه وأشهر الله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأني وأشهر الله أن محمد عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصلا من تسليمان كثيرا أما بعد إرنا فوسين السلامي إرهون کون خطوبا أغسلن إرسينو تاري أو أن حرم ترابون تاري إرغبائي أغو زنوب بير إرعا كه إرخو سبان وطعالا أنا حرم أنسي وإنسا كواجب إرغا إرمه حمبور إرخو سبان وطعالا زم إرمه بإرخو إنه حمبور إرخو من تكالا بوان كاني نو یا دين نو زامي نو اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر